السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع حضرتكم مربة الحطاب وان شاء الله تعالى في الفيديو ده هشرح خاصية من خواص الزوم واللي هقدر استفيد منها في الغرف وعقد الاجتماعات الخاصية دي مهمة جدا وناس كتير ممكن تكون بتسبب لهم دي بسبب الضغط او عدم التركيز في الفيديو او في الميتنج المعمول على الزوم بسم الله سبحانك ربنا لعلم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم بارك لنا ولا تضرنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علمه اول حاجة هندخل على برنامج زوم من الايكونة بتاعته سواء من التليفون او اللاب او اي وسيط هقوله new meeting هيفتح عندي start a meeting هدخل على الضبط على طول طبعا دي الشاشة الرأسية اللي قدامي انا هقوله more بيقول لي disconnect audio او chat او meeting settings تمام كده انا هروح عند meeting settings بيقول لي لو انا عايزة اقفل الاجتماع على الموجودين جواه او waiting room waiting room دي waiting room دي غرفة الانتظار هيك هدا متفعالة ان الشخص اللي هيدخل او المدعو اللي هيدخل لحضور الاجتماع او لحضور الغرفة الزوم اه كده هيدطر يدخل بعد السماح لي بالدخول انا عايز ادخله على طول اول حاجة هلغي تفعيل waiting room هلغي تفعيل waiting room دي خاصية مهمة جدا وناس كتير بيسألوا عليها وبتسبب لهم حرج انه شارت كل مي اه كل ما حد يقترن او كل حد محد من المدعوين او او المضافين او اي حد معاه الرابط اه المفروض يحضر الاجتماع او يدخل للغرفة لازم ياخد اذن وسماح بالدخول ودي بتأثر على اه الوقت لان ممكن الهوست ما اه ما يبقاش اه واخد باله فبتأخر المدعوين وبتعمل حرج في التواصل تاني حاجة لو انا عايز اعمل اشيات اه اه الغي اشيات بين الاعضاء لو في مسلا عدد من الاعضاء وبيتوصلوا مع بعض وبيأثروا على فعالية الاجتماع او الغرفة اه بيقول شات ويز هوست قل لي لو انا عايزاها بيني وبين الاعضاء او نوان يبقى يقفل الاشيات اه او المحثة بين كل الاطراف حتى المنشئ للاجتماع او الهوست او افريوان بابلكي اللي هو هيفتحها للكل او افريوان خلاص اه فانا لو انا عايزة اخلي الاشيات بين الهوست وبين اه المدعوين بنشط هوست اونلي طيب ادي كده انا حليت مشكلة الويتنج روم وحليت مشكلة الشات الجماعي طيب في حاجة كمان اه من خواص الزوم وهتبقى مفيدة جدا اللي هو ان ميوت اه ده بالنسبة ده بالنسبة للي عندي في الغرفة اوقات بيحصل اه تشويش على الاجتماع اه في حال مسلا المقترين دخل اه او مسلا اي حد الاعضاء اه عايز يتكلم فانا بعمل له ميوت بيرجع يتكلم تاني وبعمل له ميوت بيرجع يفتح الصوت تاني فانا علشان اتخلص مني المشكلة دي في الزوم باجي اعمله اه بلغي له صلاحية انه يلغي اه الميوت لنفسه ان هو يمنع اه انا كده بمنعه من ان هو يتكلم الا بعد السماح ليه بالكلام اه تمام كده اه وفي لها خاصية كمان ولكن دي في اللاب او الاجهزة الكبيرة هنا انا ملعملت انا كده منعتهم ان هما يفتحوا الصوت انا كده افلى الصوت عندي افلى افلى صوت عليهم وهم مش هيقدروا يفتحوا الصوت الا لو انا طلبت منهم يفتحوا الصوت ونشطت الصوت عندهم علشان يفتحوا ببعت لهم اذن بفتح الصوت من عندهم وبكده هيقدروا يفتحوا الصوت لكن لو انا ديتهم صلاحية الانميوت كده هيفتحوا الصوت وقت ما هما عايزين طيب برضو من الخواص ان هو يسمي اسمه مثلا باي اسم اهم خاصية لو انا كده مفعليها خلاص ممكن يغير اسم لو انا مش عايزة افعالها بلغيها خاص بعمل اف اللي هي بلغي لضوء الاخضر طيب في اهم حاجة من خواصة زوم لان انتشر فترة الاخيرة ان الزوم بيتهكر وفي ناس ممكن تحضروا غير مرغوب فيهم او حد يحضر الاجتماع من غير باعي فانا لما بعمل اجتماع انا ممكن اسبت رابط واحد منفصل او خاص بالمنشئ خاص بالهوست بتاع الزوم الرابط ده ممكن اعمله عادي ما فيش مشكلة ان انا اعمل ان انا ادخل على على الاي دي ان انا اا اا اقترن بالاي دي وده ببعث اللينك بيكون لينك البروفايل بتاع الزوم لينك البروفايل بتاع الزوم الخاص بيا علشان اي حد يقدر يدخل على الينك ده ولكن في مخاطر ان اي حد ممكن معاه الينك وانا فتح الغرفة او انا باستخدمها ممكن يدخل عليها فمن باب الامان لو اا اا لو حابب تعمل كده لو مسلا عايز او حضرتك طبعا حد عايز يفتح اا يثبت لينك خاص لي بحيث ان كل يبقى واحد مش كل مرة هيبعث لينك جديد وبرضو اا اسهل من ان يعمل جدول اا ممكن يبعث رابط ثابت بالموعيد المحددة الخاصة بينه وبين المدعوين علشان يدخل الاجتماع بس نسبة الخصوصية بتكون اقل لان اي حد معه الرابط او الاي دي الاي دي بتاع الزوم اي حد معه الاي دي سهل جدا انه يقترن ويدخل على القرفة ولكن لو انا عملت نيو ميتنج لو انا عملت نيو ميتنج من عند مثلا هنا علشان اعمل رابط موحد لكل الاجتماعات اللي انا هستخدمها بعد ما بقوله start a meeting انا بفتح على طول الميتنج بقول use personal meeting ID بعمله كوبي وبرسله لاي حد تاني وبنسخوله وهو يقدر يدخل عليه ده في حال ان انا عايز اعمل رابط ثابت وموحد لكل حد ممكن يعني يتصل بالهست يقدر يدخل عليه طول ما الهست او منشئ الاجتماع فاتح الزوم ولكن نسبة الخصوصية فيه اقل لانه سهل جدا اي حد يقترن بيه فممكن لو حضرتك او حضرتك عايزين تثبته رابط موحد بالزوم بحيث انه يبقى اللي هو ال ID بتاع المنشئ اي حد يدخل عليه عادي بيش مشكلة بس من وقت للتاني شيك على الاعضاء الموجودين معاك في الغرفة ودي كانت نقاط مهم جدا الناس سألوا عنها وناس طلبوها واتمنى من الله عز وجل ان اكون ادرت اواجه الناس لحاجة تفيدهم وبالتوفيق باذن الله تعالى كانت معاكم مربة الحطاب دعواتكم ومشاركتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته